بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء المرسلين اليوم عندنا فيديو بسيط جدا وهو تجهيز الفيجوال بيزيك ستة والكريستا ريبورت والأوفيس على جهاز جديد تمام طبعا هذه خاصة بالمبرمجين لو أنت مبرمج هتحتاج برنامج الفيجوال بيزيك ستة والكريستا ريبورت والأوفيس ألفين وسبعة هذه النسخة العربية تمام هندير ست أب هنجهز أول شيء الأوفيس تمام أوكي الأوفيس طبعا علشان نستخدمه أوكي هنا طبعا كده في أوفيس موجودة قبل نقول لا إزالة ونديل لا ترقية تمام طبعا تحميل الأوفيس ألفين وسبعة لأن نقعك بينات ألفين وسبعة تمشي مع الفيجوال بيزيك ستة يعني لو أنت تشتغل فيجوال بيزيك ستة مبرمج تمام هتستخدم الأكسز تمام طبعا تقدر تاريقها الاسكيل سيرفر مرحلة متقدمة شوية ولكن حتى الأكسز نقدر ندير بها شغل يعني المتطور وجميل إن شاء الله فتوحليا هننزله الأوفيس تمام عبال ما هو ينزل خلينا نأخذه ستوب ونرجعه الكم بعد ما ينزل تمام ماشي عملية التنزيل طبعا تعتمدها لسرعة الجهاز وعلى سرعة المعالج وعلى الرام اوكي الآن نثبت الأوفيس 2007 لأن فيها قاتل بينات الأكسز 2007 اللي تعطيني امتداد الام دي بي تمام وضع الامتداد نقدر نشتغل فيه مع الفيجوال بيزيك ستة ومع الكريستا ريبورت سبعة بكل رياحية ونشتغل أموري تمام اوكي هننزل 2007 توا تمام او تمام كمل الحمد لله اوكي جونا نتأكدوا طبعا اوكي تم تثبيت اوفيس بنجاح طبعا نيبه هنا عاد تشغيل عادي نقدر ندير شعب تشغيل ونشوفوا البرامج ميكروسوفت اوفيس اكسز رسال الى سطح المكتب انشاء اقتصار اذا اول برنامج انا يهمني اللي هو الاكسز 2007 هضايل ان شاء الله هنشتغل عليه قاتل بينات اوكي خاصة بالمنظومة اللي نبي نشتغلها اوكي او درنا جديد هنا اوكي قاتل بينات واحد تمام اذا اول شيء في السوفت وير ان ينزل برنامج الاكسز اللي هو خاص بقواعد البينات تمام تاني برنامج اللي هو الفجول بيسك نجو على البرنامج هنا نديره فتح اوكي اوكي ايضا نديره اكستراكت فايل اوكي تمام فكينا هنا ملف طبعا اللي هو جيم اضغوط ايزو طبعا مرار يفك الضغط عادي نجو على الفجول بيسك تمام واندور على ملف السيت اوب اوكي 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 نكست موافق هنا تقدر تساط الباسورد اوكي نكست تقدر تدير update للجابا ماشين اوكي هيطلب مننا طبعا ريبوت للسيستم هنديرو استوب ونديرو ربوت ونرجع تمام تودرنا رستار للويندوز اول حاجة طلب منك انك انت بتنزل في جول بيسك انتر برايز اديشن اوكي نسخة هذه تبني نديروها كاسة مخصص اوكي نكست كنتينيو اوكي يدير في سيرش على الكمبونت المنزلة مرات في كومبونت في الويندوز قاعدة هو ما عندش منها اوكي هيدير سيرش على الكمبونت اللي عندها ويشوف اللي منزلات وبعدين هيطيك الخيارات انك ش انت بتنزل بالضبط لان هذه الفجول ستوديو تقيبا جاية كاملة معها الفجول سي بلاس بلاس ومعها الفجول فوكس برو فانا مش هنختارهم كلهم هنختار بس الفجول بيسك ستة والملحقات اللي جي معها تمام فانا اعطيها شوية وقت اوكي تمام سليكت اول هنا هانا ما نبيش الفجول سي بلاس بلاس وما نبيش الفوكس برو وما نبيش الانتر ديف وانا ما نبيش يعني منبين فجول بيسك ستة والاكتف اكس والداتا اكسس والانتر برايس تورز والغرافيكس والتورز نبين كل المعدادين ما عندش ما عندش مشتغلش علينا اصلا فا ما فيش داعي اصلا ضلل اوكي ندير كونتينيو اوكي هيبدأ حمل الفجول بيسك ستة خفيفة وفيش مكتبات واجد تمام فهتنزل بصراع على الجهاز طبعا جهاز منصفاتها يعني كويسة مايش سيئة لكن ما واش سريع واجد اوكي ستاب از ابديتن يور سيستم هيبدأ دير ابديت للسيستم ممكن يطلب منك رستارت ممكن ما ديرش رستارت يعني اتوا نزلت الاكسس تجول بيسك ستة ما زال عندينا برنامج الاخير اللي هو الكريستاري بورت نعطي شوية وقت يدير ابديت للسيستم اوكي طلب هنا رستارت واندوز تقدر دير ستارت وقعد ندير رستارت ونرجو بعد الفاصل تمام طبعا ما ديرنا رستارت اوكي طلب بني نزل ام اس دين اوكي انا ما عندش ام اس دين هندير اكزت وندير نعم تمام هنتأكد من نفجوة البيسك ستة نهاية نزلت امورها تمام اوكي هذا اول شيء اذا تمام مية في مية اوكي اذا ناتوا عندي الاكسس وهنا ندلولا ارسال الى سطح المكتب انساء اختصار اذا عندنا الاكسس وعندنا الفجوة البيسك ستة هذين البرنامجين تمام مهمات مية في المية باشي البرنامج تالي احتاجها انا اوكي ممكن نحتاجها ممكن لا لكن انا هنشتغل به اللي هي الكريستر ريبورت سابعة الكريستر ريبورت هنديره ستاب اوكي طبعا هنا يسألك تبي اتنين وثلاثين او ستتاش هادي نقدر نزل اتنين وثلاثين اوكي لكن في عندي نسخة افضل من هذه طواني نبحاث عليها وننزلها طواني بسم الله الرحمن الرحيم القناة الكريستر ريبورت بحثنا في الارشيف خذ النسخة السبع بوينت زيرو وان افضل من نسخة السابع تمام ندور علي ملف ستاب هوا اوكي تختلف النسخة هذي عن نسخة اللي هي سبع بوينت زيرو زيرو سبع بوينت زيرو وان افضل بالنسبة لو تبي اه ندير بها تقارير او تدير بها شارتز اللي هي الاحصائيات تقدر تشغل بالنسخة هذي تمام نبحث بس على طبعا اعطي وقتها باش تنزل اوكي هانا قالك اوكي اوبديت اوكي لو تبدير اوبديت تقدر اوبديت نيكست يس حط باسورد طبعا ملفات هذين هنرفعها هنا على السيرفر ندرك مرابط في التعليقات تمام تقدر تحط هانا اي بينات هانا اختار تمام اللي هو مخصص وندير نيكست هندير سلكت اول اوكي و لما يجي هنا يطلب مني فيرجن فايف نقول اوكي وندير نيكست 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 هيا بدأ ينزل هاذا البرنامج الخاص بالتقارير اللي هو يمشي مع ويمشي مع اللي هي النظام تمام تمام نستحق هذا هندي لانسخ اذا برامج اساسية بيش نشتغل الفجول بيزك ستة الفجول بيزك ستة رقم واحد طبعا اوكي و سبعة بوين زيرو وان والاكسز اه مايكروسوفت اكسز الفين وسبعة ورناكم كيف تنزل كيف تنزل وتوى نزله في بيش كيدنا الثلاثة هذين انا نشتغل بين ونكمل بين شغلي نقدر ندير بين موضوع بسيطة نشتغل عليها في افكار جميلة في البرمجة نقدر نطبق من طريق الثلاث برامج هذين وكيف هندروهن كل مرة هنشرح علي موضوع معين تمام توديل في سيستم هياخذ وقت شوية ضروري تعرف تنزل برامجك اذا كان تجد تقد مبرمج مش معقول مبرمج يمشي نزل برامج برة في المحل او في نزل هن او يستحق هدف اوكي وانت مغلوب تنزل في جول بيزك نزل بيشتغل تدير بين شغل اوكي ولو ممكن استحق انك تدير فورمات الجهازك فتعرف مرة ثانية شنو انك تقدر تنزل هن من ثاني وتقدش لعندك مشكلة يعني لو عادي يضرب بالجهاز مش موضوع خش على الفيديو ونزل من ثاني وكي عندي سوفت ويرات لكن انا عندي مشكلة لو انا معرفش ننزل برامج او معرفش نشغل عليها اوكي هذا ياخد وقت بيش نعطي الوقت بتاع مش مشكلة ياخد من دقيقة دقيقتين اوكي وكن ندير stop نرجع ثاني مش ملخل شو وقت تمام اوكي كمل دار update نجو ندور وهنا نشوف crystal report crystal report SQL او report crystal report بت designer 32 هذا نبيعنا هن هن هتطلب منك serial number اوكي ندير لها done تمام new report standard تو ناخد عريق خلفية كيف نشتغل اذا انا تو عندي هنا تلات برامج اساسية نشتغل عليهم اوكي اللي هو هذا crystal report 32 designer ارسال الى صلت المكتب انسان اتصار اذا crystal report 32 بت 6 والاكسس تلات برامج مهمة جدا نقدر ندير به شغل جميل جدا جدا ان شاء الله ونبدو شوي شوي نشتغل عليهم ان شاء الله يكون الفيديو استفدتم منه واي تعليق تركوه في الكومنت شكرا جزيلا